تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سيرفي سبورت في اليوتيوب اللي بتمنى أنكم تشتركوا فيها عشان دائما توصلكم المقاطع بشكل مستمر ظهر روناندو هذا اللاعب في 15 موسم في أوروبا لعب ما يقارب 400 مبارا لعبين قضوا نفس الفترة تقريبا ونجوم كبار مثل سواريز بنزيمة أكويرو قضوا نفس الفترة ولعبوا 600 مبارا بحسب بسيطة روناندو قضى ثلث مسيرته مصاب في أوروبا رغم ذلك لا يناقش أحد بأفضليته كمهاجم أسطولي كمهاجم بقدر يعمل أي شيء في كرة القدم قدرات الظاهرة ولعبه ومهارته مش موضوع نقاشنا أي حدا لحق روناندو أي حدا بشوف لقطات لروناندو بيعرف أنه كان خارق بالعالي قصتنا اليوم عن قصتين بينطلبوا كثير في التعليقات فحبت أدمجه قصت شو صار في نهاية 1998 والصدمة اللي حصلت حول برازيل وقصت عاودته التاريخيا في 2002 الظاهر روناندو كان منتظر منه كثير في مونيديال الثمانية وتسعين أنه كان يعتبر اللاعب الأبرز في العالم في تلك الفترة بدأ اللاعب في المونيديال سجل خلاله أربع أهداف سجل مع هولندا في نصف النهائي سجل أمام تشيلي هدفين بدول 16 وبدأ سجلوا التهديف في طويل الأمد في كأس العالم أمام المنتخب المغربي في مباراة انتهت بثلاث أهداف لصالح المنتخب البرازيلي روناندو وصل النهائي التوقعات الكبيرة وصل أمام فرنسا وفرنسا حققت الرغبة اللي بدها إياها لأنه اعترف بلاتيني في الماضي أنهم يحاولوا يلعبوا بالقرعة عشان يضمنوا ما يواجهوا البرازيل ما حدا كم يواجه بطل العالم 94 منتخب يملك أفضل لاعب في العالم اللي هو روناندو لاعب صاعد بقوة اللي هو ريفالدو منتخب يملك كافه اللي كان يعتبر أفضل ظهير أيمن في العالم مدنقة واحد من أفضل القاضي في تلك الفترة منتخب كان دقيل جدا مواجهته صعب جدا فكانوا حابين يتجنبوا وواجهوه في النهائي طبعا في ذلك النهائي نطحات زيدان كانت مفيدة وفادت فرنسا وفوزتهم بكأس العالم بهدفين سجلهم معنى اجي الهدف الثالث البرازيل رونالدو في تلك المباراة قدم مباراة سيئة أقل من المستوى في البطولة من حيث التحرك من حيث الفاعلية كان فيه شي غلط فبدأت نظريات المؤامرة المعتادة من البرازيليين بعد كل خسارة اتكلم البعض أنه تسمم اتكلم البعض أنه تلقى رشوة ويتكلموا على أنه ميت قصة وقصة حاول يربطها لكن بعد فترة طلعت طبيب رونالدو واتكلم بصراحة قال اللعب في ليلة المباراة لما نام صابته نوبة توضيح النوبة ما وضحه لكن قال رح نفحصنا من حيث القلب ومن حيث الجهاز العصبي فتبين أنه كل شي تمام وقته طلع أنه صابته نوبة تشبه نوبات الصراع لكن رونالدو نيجي ما صار في شي رونالدو وصل في لحظة نجاته بالأربعين خمسين ثانية المرض هذه بيقول أنا خسرت مباراة وكسبت حياتي روبرتو كارلوس اتكلم لاحقا وقال اللي حصل ببساطة رونالدو جدا كان متوتر ورونالدو جدا كان مكبر قصة مواجهة النهائي عم ينكسر وعم ينهار أمام الضغط النفسي اللي ضاعفه على نفسه فكان يستفرق كان مش نفس اللاعب اللي عرفناه خلال البطول وكأنه رونالدو نكسر تحت التوتر وصفة بي بي سي لحظة رونالدو في كأس العالم 98 في النهائي إنه أكثر نهائي غامض حتى يومنا هذا معرفنا شو اللي صار لأفضل لاعب في العالم في تلك الفترة الآن ننتقل لمؤامر أخرى بتتعلق في مشاركة لاعب مرض دخل مستشفى مش على بعضه ليش لعب نهائي كأس العالم إذا قالوا اللي كان مدرب سألوه قال ما حدا تدخل فيه وما حدا ضغط عليه أنا سألت رونالدو بتقدر تلعب دي اللي بقدر ألعب أنا فكرت شخصيا وقلت أنا عندي حلين إما أنتقد لو خسرت لأنه ما لعب رونالدو هذه حتكون كارثية أو أنتقد لو لعب هذه حتكون بالنسبة إلي مبررة لأنه رونالدو طبعا اللي زاد من حدة الإشاعات إنه قدم الكشف الأول للاعبين قبل 72 دقيقة بدون اسم رونالدو ثم تراجع زقالو وأضاف رونالدو على التشكيل الأساسية في الفريق البعض بيقول الشركة الراعية لرونالدو وهي نايكي ضغطت رونالدو نفى هذا الكلام قال ببساطة ما حدا ضغط أنا قلت لزقالو بدي ألعب ثم أضاف قال ببساطة الناس بالغت جدا بوصف أسباب اللي صار معي الموضوع كان إنه يوم مش يومي ببساطة أنا حاولت ركت روح أشوفه لقطاتي أنا سدت بس مش يومي فما لعك مباراة جيدة لكن الناس ما استوعبت إنه رونالدو ما لعب مباراة جيدة حسب تفسيره فتم تأليف قصص إنه خصوصا دخل المستشفى قبلها بيوم وصلت لحد القول إنه تم تسميمه ويقال وأكثر من لاعب برازيلي بيقول الفوضى اللي صارت من وضع رونالدو عدم وضع رونالدو منعت الفريق يبني نفسه ذهنيا في الإحماء للمباراة الفريق ما كان عم بقدر يركز نتيجة إنه مش عارف حيلحب رونالدو مش حيلحب رونالدو ومش عارف أساسا شو ما رونالدو إدارة البرازيل لحالة رونالدو قبل المباراة هي الملامة الأكبر على تلك الخسارة رونالدو بيقول عن تلك القصة وتعقيداتها الناس بتحب نظريات المؤامرة لو شو ما قلتولهم مش حيصدقوا إلا النظريات اللي بيحبوها ثم بيقول أي شخص كان في الملعب بيعرف إنه كان جد صعب تلعب ضد منتخب فرنسا في باريس في عالم أزرق من حولك وقصده جمهور فرنسا راحت القصة لألفين واثنين البرازيل بتشارك في الموديال بعد واحدة من أسوأ طرق التصفيات ليش؟ لأنه رونالدو ما كان موجود غائب تماما نتيجة الإصابات المتكررة ما لعب في أي مباراة تصفيات لكن البرازيل تأهلت في النهاية بصعوبة مطلقة لكأس العالم رونالدو كان معروف في قصة عودته أمام لاتسيو وتعرضوا لإصابة مؤلمة مباشرة ثم غيابوا لفترة طويلة بالرباط الصليبي رونالدو فقط لعب قبل ما ييجي على هذا البطولة أربع مباريات في الدورة الإيطالية واحدة منهم باس كاملة كانت أمام بريشيا اللي كان معه غوارديولا وكان مهاجمه لوكا توني سجر رونالدو في تلك المباراة هدفين ولعب أيضا مبارتين في الدور الأوروبي لكن ما كمل ولا مباراة من الست مباريات إلا مباراة واحدة فقط مجموع عدد دقائقه من أول الموسم لآخره 800 شي دقيقة مجموع عدد دقائقه من أول الموسم لآخره 815 دقيقة فقط يعني لعب بديل ما بلعبهم بالتالي كان في شكوك كثير كبير على جهزية رونالدو لكأس العالم اسكولاري صرح تصريح شهير وقته وقال أنا حطه من رونالدو يركض ويتعب مش هتسامح معه بغض النظر مين هو البرازيل دخلت من ديال 2002 محرقات الثلاث رونالدو رونالدينيو ريفالدو الجميع مش متفائل كثير فيهم بعد التصفيات لكن الأسماء اللي تشوفها على الورق أسماء مرعبة بأنديتها بس كمنتخب ما كانت عم تشتري كويس إلا في كأس العالم في 2001 رونالدو تحدث عن نهاية 98 وتحدث إنه هو كثير نفسه يحمل كأس العالم وداما بتخيل هذا الشعور وداما نفسه يكون بليل جديد والرجل اللي بيحمل كأسه وهذا الشعور جميل جدا هو مش حقيقي فما بالو لما يصير حقيقي رونالدو كثير كان بديفوز كأس العالم وشوفنا عم بيقدم مونيديال ممتاز جدا في جميع مباريات كأس العالم رونالدو سجل إلا مباراة واحدة كانت أمام إنكترا رونالدو سجل ثمان أهداف كسر عقدة كانت للهدافين وقتها دائما بيجيبوا ست أهداف هو كسر هذه العقدة رونالدو قدم مونيديال رهيب جدا رونالدو بذلك المونيديال تلعب القصة الشهيرة اللي هي الشعر هذا اللي من النص ياريت لو عندي زيه هون المهم بذلك القصة رونالدو اعترف بعد سنين طويلة قال أنا ما كنت شكلة بشى مبين رغم أن الناس قلدوا كثير بس شكلة بشى لكن هدفي كان الناس بلشت تحكي مني أنا مصاب عندي إصابة عضلية والجميع بلشت يخلق لتوتر الإعلام البرازيلي الإعلام اللاعبين اللي حاولي فحلقت حلقة غريبة الناس نسيوا إصابتي وصاروا كلهم يطلعوا على حلقة العجيب الغريبة اللي أنا مش عجبتني أصلا في هذا المونديال رونالدو وصل حاجزة 12 هدف وهو حاجز بليل تسجيل في مونديالات كأس العالم وأيضا لحظة التجويج رونالدو كرم طبيبه الفرنسي جيرارد سايلنت أعتقد لفظ اسمه هذا المدرب اللي عمل له عملية الرباط الصليبي وسرع بعودته قبل كأس العالم كان في شكوك أنه ما يلحق كأس العالم هذا الطبيب ساعد من يوصل لاحظتها الطبيب قال هذا درس مش لرونالدو درس لكل إنسان تعرض لإصابة ممكن تكون منتهي بس ترجع تفوز بكأس العالم رونالدو نهالت عليه جوائز كثير بتلك السنة مش بس لأنه جاء بكأس العالم عشان إرادته عشان ردة فعله عشان اللعب اللي تفوق على حسابات المنطق بعودة بإصابة الصعبة جدا إصابة ثانية ما كانت أول مرة والجميع اعتقد أنه انتهى إلا أنه رونالدو رجع وقال لا بدري كثير سألوا الظاهرة عن تلك الردة الفعل وجاوب جواب بصراحة مهم جدا قال ذلك أكثر فريق جماعي لعبت معا بحياتي عن برزيل 2002 قال هو الفريق الوحيد اللي فيه فرديات كثير لكن كلها فرديات لصالح المجموعة الجميع بيعب مع بعضه كمنظومة وهذا اللي ساعدني أعمل اللي عملته أيضا رونالدو اعترف أنه في نهاية موليديال 2002 قبل مواجهة ألمانيا خافينا خوف ما يصير معاه نفس اللي صار مع فرنسا وطلب من الحارس الاحتياطر المنتخب بتلك الوقت ديدا أنه ظل صاحي معاه للصبح وظل معاه فعلا صاحي للصبح ورونالدو تجنب ما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة اللي الجميع كان خايف منه أنه يتكرر رونالدو رونالدو كان مهووس جدا بكأس العالم وهذا الهووس كان عم يعمل له ضبط هوس لدرجة أنه صرح بعد فوزه كأس العالم لمجلة 442 قائلا الآن أنا إنسان كامل يعني الرجل كان يشعر أنه كل مسيرته ناقصة بدون هذا اللقب رونالدو كان مثال أنه الضغط الكثير ممكن يكسرك لكن مش شرط تظلك مكسور الفكرة مش تخسر الفكرة أنك توقف وتكمل هو هذا الظاهر رونالدو كرويا لا نقاش فيه وإيضا ذهنيا كان عنصر فارغ هذه هي قصة رونالدو ما بين انكسار 98 ومجل 2002 وبتمنى منكم أسمع تعليقاتكم عن القصة في اليوتيوب وفيسبوك وفيسبوك بكل مكان والسلام عليكم ورحمة الله